هذا اللقاء مع السيدة رئيس الحكومة ومع السيدة وزيرة تحديد الإدارة هو لقاء هام جدا لأنه من جهة طرح الإشكالية التي تتعلق بالتفعيل الطبع الرسمي الأمازيغية وعطانا فرصة كفاعلين مدنيين باش نبسطوا كل ما يتعلق بهذه المشاكل ونعطيوا عليها نظرة واضحة ومن جانب آخر عطانا فرصة باش نقترحوا كيف كانت صورنا الحلول وفي نفس الوقت استمعنا السيدة الرئيس والسيدة الوزيرة اللي يعطونا أيضا يحاطى بهذا الشيء اللي تعمل في هذه السنة اللولة في إطار الميزانية ديال 200 مليون درهم اللي تخصصت للأمازيغية وبطبيعة الحل احنا كنا سعادة جدا بهذا اللقاء لماذا؟ لأنه ما تعودناش من الحكومات السابقة أنها تعطي اهتمام الموضوع الأمازيغية منذ بداية الولاية ديالها كي يعتبروا ديما الأمازيغية شي حاجة زيدة شي حاجة ديالآخر دقيقة واليوم مع هاد الحكومة منذ البداية ديال الولاية ديالها علنت على الميزانية وعلنت على ضرورة تفعيل طبعا رسمي في كل القطاعات وثم هاد الاستجابة ديال سيد رئيس الحكومة بهذا الاجتماع كتعطينا فكرة على وجود إرادة سياسية واخدينا وعد من عند السيد الرئيس بأنه زوج ديالاجتماعات غد يتعملوا في هاد الأيام الاجتماع مع السيد وزير التربية الوطنية لك نعتبره القطاع الجوهري والورش الكبير ديالآمازيغية اللي هو التعليم والتعميم الأفقي والعمدي ديالآمازيغية ثم الاجتماع أيضا مع المسؤولين ديالإعلام لأنه كان التزامات ديالقنوات الإداعية وتلفازية ولكن ما كنتمفدش وما كنتفعلش للأسف وأحطنا علما سيد الرئيس بأن مشكلة الأمازيغية هي مشكلة موارد بشارية والتكوين وكذلك مشكلة التزامات لمن فعلش أنه كان قوانين كان الدستور كان القانون التنظيمي كل شيء مقدم زيان ولكن لما كان جاء الميدان كان لقوا أن ذاك الشيء اللي كيتعمل ضئيل أو قليل جدا مقارنة بالجدولة الزمنية اللي كان في الالتزامات ديال المؤسسات اشتركوا في القناة